مجموعة السابعة سيد ماجد دعت الاتحاد الأوروبي للمضي قدما في نفس الناهج وهو مثل تسقيف سعر الغاز أو النفط الروسي أولا هل تتفق باقي الدول الأوروبية مع هكذا قرار أم ربما نشاهد صفا غير متحد في الاتحاد الأوروبي حول تلك النقطة سيدي يعني أولا ضمن المجموعة الدول السابعة هناك أربع دول أوروبية عندك فرنسا بريطانيا ألمانيا إيطاليا هي دول مقررة ضمن الفضاء الأوروبي وضمن الاتحاد الأوروبي هي الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي ثانيا طبعا نحن نحكي عن الاتحاد الأوروبي مش عن الاتحاد السوفيتي مثلا أو الاتحاد الروسي الاتحاد الأوروبي كدول تتبنى الديمقراطية ونظام التمثيلي طبيعي حيكون هناك وجهات نظار وحيكون هناك تعددية وهناك تمايز وعلى الأقل ستنحو هنغاريا كما لاحظنا منذ بداية الأزمة أنه كان لها صوت متفرد أو صوت خارج السرب الأوروبي وبالتالي كان في مرونة من قبل الاتحاد الأوروبي أنه سمح باستثناءات لهنغاريا ولبعض الدول اللي هي داخل يعني ليس لها حدود بحرية أو لديها اعتمادية عالية على النفط والغاز الروسيين بأنه يكون في استثناءات في هذا الأمر ولكن وهي مهمة جدا أنه القرار الأوروبي قرار العام في أوروبا أنه أوروبا تنظر إن كان على مستوى المجتمعات أو على مستوى الحكومات تنظر إلى الغزو الروسي لا أوكرانيا باعتباره خطر يتهددها يعني هي لا ترى الأمر أنه روسيا ستقف عندها حدود أوكرانيا بل أنها ترى أنه إذا تم السماح لروسيا بأخذ أوكرانيا كما حصل في أوستيا وأبخازيا في 2008 في جورجيا بعدين في 2014 بأوكرانيا ذاتها الدنباس وشبه جديدة القرم واليوم أوكرانيا كلها أنه إذا تم هذا الأمر قد تذهب الحكاية لعند دول البلطيق وبولونيا وبالتالي ألمانيا إذن هنم بيشوفوا الخطر المتمثل في الغزو الروسي لأوكرانيا باعتباره هو تهديد لأوروبا كلها ولنمط الحياة الأوروبي لكن هناك بعض لا يجب أن يغفى لسيد ماجد يعني مسألة صورة الاتحاد الأوروبي كصورة موحدة للعباءة الأوروبية ربما يطلها شائبة هنا إذا ما كان الصف غير متحد أو هناك انشقاق في القرار الأوروبي الصورة الأخرى أو البعد الأخرى سيد ماجد البعد الاقتصادي يعني هناك ارتفاع في الأسعار هناك ارتفاع في التضقم هناك ارتفاع في سعر الوقود والدواء والغذاء هذه النقاط ربما تضغط على الحكومات الأوروبية من الشعوب من الشوارع الأوروبية ضغطا مباشرا على الحكومات يعني لتيسير الأمر إن صحت الكلمة مع الجانب الروسي أليس كذلك؟ طبعا ما تتحدث عنه هو صحيح وأكيد وفي منه ولكن لا يجب أن نبالغ بهذا الأمر أن الناس في الشوارع أو في هزات اجتماعية لا أنا عايش في ألمانيا والأمور لم تصل إلى هذا الحد نتيجة الإدراكات اللي أنا حكيت لك عنها في كيف عم بيشوفوا الغد لأنه كمان هم الأوروبيين استقبلوا ملايين الأوكران يعني أععدوهم في بيوت وصرفوا عليهم موازنات وإلى آخرية بمعنى أنه الأوروبي يعرف أنه هناك كلفة للحرب هناك ارتفاع بالأسعار هناك تضخم نقدي هناك أزمة في الطاقة ولكن عارفين أنه هذا مناخات الحرب وتداعيات الحرب هذا هو الأمر أنه كيف الأوروبيين بيشوفوا الحكاية اللي اليوم إحنا بصدد نقاشها وضع معقد ووضع صعب وأكيد أنه من روسيا هناك ثمان والدول الأوروبية تدفع ثمان ولكن هو الصراع أنه أنت تمول آلة الحرب يعني أبدا أقولك أنه فاتورة النفط والغاز الروسية شهريا بلغت 25 مليار دولار يعني أنت كأنك لما عم تأخذ هذه السلع كأنك عم تتمول الآلة العسكرية الروسية هذا اللي بيشوفوه أنه يجب وضع حد لهذه الفاتورة ويجب التحرر من الارتهان للنفط والغاز الروسيين حتى يعني يتم الضغط على الرئيس بوتين هذا هو الحل أنه كيف بدون يواجهوا الغزو الروسي لأوكرانيا ما في حل غير في حل بالحوار ما مشي الحال العسكر لا يريد لا تريد أوروبا أن تذهب نحو العسكرة ولا الولايات المتحدة الأميركية لذلك إحنا شايفين أنه يحاولوا أن تبقى حدود الحرب داخل الأوكرانيا وما بيغير الضغوطات الاقتصادية لإجبار بوتين على جلوس على الطاولة وإيجاد حل سلمي لصالح الشعبين الأوكراني والروسي ولصالح الاستقرار في القارة الأوروبية